أن أحاكي نعم أحاكي كان والدي رحمه الله دائما يطلب مني أن أحاكي الشيخ محمد صدق المنشاوي في آيات من سورة هود قصة النبي نوح عليه الصلاة والسلام مع ابنه وكيف أن عاطفة الأبوة تحركت في قلب النبي نوح عليه الصلاة والسلام فكان يطلب مني القراءة الترتيل التي للشيخ محمد صدق المنشاوي وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني يركب معنا يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلِي يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ثم كنت أكمل الآيات إلى ما تيسر من نهاية قصة سيدنا نوح مع ابنه وكان أبي يبكي بكاء مريرا على هذا الموقف فكنت في كل مرة يطلب مني يقول لي اقرأ لي بصوت المنشاوي أو حاكي المنشاوي قصة نوح مع ابنه فكنت في آخر المرات أقول له يا أبي ستبكي فأقول لي لا لا لن أبكي ثم يعاود البكاء تتحرك عاطفة الأبوة فمن المشايخ الذين أثروا فيها كثيرا مين تنم المشايخ بتقدر تحكيه كذا؟ بفضل الله تبارك وتعالى يعني أحاكي مجموعة من القراء سيئل بعض أهل العلم عن محاكات وعن تقليد مشاهير قراء العالم الإسلامي منهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن باب قول الله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث فالحمد لله الذي يعني جعلنا نسأل الله أن نكون من أهل القرآن ولم يجعلنا في صف الفاسقين والفاسقات والمغنيين والمغنيات بل جعلنا من أهل القرآن ونسأل الله أن نكون من أهل القرآن الذين يعملون به أحاكي من القراء أيضا الشيخ المنشاوي في قراءته التجويد سأعرض بعض الآيات وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا من المشايخ أيضا الشيخ مهر لمعاقل من أمة الحرم لو أخذنا يأتي الشيخ إلى الصلاة ويقول استووا اعتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم يكبر الله أكبر الله أكبر ثم يسلم مثلا في نهاية الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله يبارك فيكم أيضا من المشايخ الشيخ عبداللعواد الجهني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من المشايخ أيضا الشيخ مشاري راشد العفاسي وأنا أحبه في الله حبا كثيرا جمع أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون تقريبا يعني أيضا من المشايخ الشيخ عبدالله بصفر وهذا الشيخ الطيب الحبيب للقلوب والذي تعلمنا أيضا على أشرطة القرآن عندما كنا صغارا كنا نتعلم على قراءة الشيخ عبدالله بصفر يقرأ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم وهناك أيضا قراءة كثر لكن أتوقع الوقت لا يتسع الله يبارك فيكم الله يحفظكم يا رب